المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ترجو اجتماعا حول نشر قوة تدخل في النيجر لاسباب فنية الامطار الغزيرة تفاعل حالات الطوارئ في الصين وروسيا وحرائق الغباد تحصد ارواح العشرات في هواي وفي اخبار الاقتصاد اسبانيا ترشح وزيرة اقتصادها لقيادة بنك الستمار الاوروبي نشرت ثانية ظهرا تاتكم من الفضائية المصرية لكم التحية ارجاءت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الايكوس اجتماعا كان مقررا اليوم في العاصمة الغانية اكرا بشأن نشر قوة تدخل عسكري في النيجر وقد اوضحت مصادر عسكرية اقليمية ان اجتماع قادة اركان جيوش الايكوس تم تأجيله لاسباب فنية لكن دون الكشف عن موعد جديد وكان الاجتماع يهدف الى مناقشة افضل السبل والخطط لتفعيل نشر القوة العسكرية التي قرر قادة دول غرب افريقيا تشكيلها في قمتهم التي عقدت في ابوجا امس الاول من اجل التدخل في النيجر واعادة الرئيس محمد بازوم الى السلطة في هذه الاثناء تجمع الاف من انصار المجلس العسكري في النيجر قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نايمي وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لفرنسا ولمجموعة ايكواس كما رفعوا اعلام روسيا والنيجر مؤكدين دعمهم لقادة المجلس العسكري خاصة قائدهم الجنرال عبد الرحمن داياني افاد المرصد السوري بارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي الذي شنه تنظيم داعش على حافلة عسكرية للجاش السوري في ريف دير الزور الشرقي الى 33 قتيلا على الاقل وقال مدير المرصد ان هذا الهجوم هو الثالث على الاقل للتنظيم ضد الجاش السوري والمسلحين المولين لهم منذ مطلع الشهر الحالي والاكتر دموية بينها مضيفا ان التنظيم صعد في الاونة الاخيرة عملياته العسكرية الدموية وطيرة استهدافه لبعض النقاط بهدف ايقاع اكبر عدد من القتل ليوحي بانه لا يزال موجودا ويعمل بقوة رغم استهداف زعمائه قال المجلس الوطني الفلسطيني ان اعدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للشاب محمود جراد من مخيم تول كارم بالضفة الغربية المحتلة واصابة عدد من الابرياء هو امتداد لمسلسل الانتهاكات والاعدامات الميدانية المتواصلة بحق ابناء الشعب الفلسطيني كان الشعب الفلسطيني قد استشهد برصاص قوات الاحتلال كما اصيب ثمانية اخرون على الاقل خلال اقتحام جيش الاحتلال المخيم الخميس واطلاقها الرصاص الحي على الفلسطينيين كما نشر الاحتلال قناصته في محيط المخيم وعلى جوانبه وسط اطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز شن الجيش السومالي عملية عسكرية لتعزيز الامن والاستقرار في محافظة الشبل الوسطى جنوب شرق السومال وقال قائد الجيش السومالي ان الهدف من تلك العملية العسكرية هو القضاء على فلول حركة الشباب المتمرتة رحب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البيدوي باكتمال خطة ثفيغ النفط الخام من الناقلة صافر قائلا ان نجاح الخطة دليل على تكاتف المجتمع الدولي للحفاظ على البيئة في البحر الاحمر كانت الامم المتحدة قد اعلنت اكتمال عملية سحب حمولة النفط من الناقلة المتهالكة صافر قبالة ميناء الحديدة اليمني وذكرت انها استكملت سحب اكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة لتفادي كارثة بيئية محتملة كانت تهدد البحر الاحمر باكمله من جهته اعلن مدير برنامج الامم المتحدة الانمائية ان هذا الانجاز يعني انتهاء الشق الاساسي من الجهود التي تبذل منذ سنوات لوقف التهديد الذي تشكله صافر اعلنت هيئة الاركان العام للقوات المسلحة الاوكرانية ان الجيش الروسي شن خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية خمسة ضربات صاروخية واحدى وثلاثين غارة جوية وتسعة واربعين هجوما بالمدفعية التقيلة على مواقع عسكرية اوكرانية وبلدات مأهولة بسكان من جانبه اعلن رئيس الادارة العسكرية لاقليم خيرسون بجنوب اوكرانيا الاكساندر بورو كودين مقتل مدنيين واصابة عشرة اخرين جراء قصف شنه او شنت القوات الروسية على الاقليم الليلة الماضية بينما قتل شخصان في قصف روسي على الدونسك وعلى جانب اخر اعلنت السلطات الروسية اسقاط ثلاث مسيرات اوكرانية في مقاطعتي جا لوكا وبلجرود دون وقوع اصابات او اضرار تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الحاميات التابعة للأسطول الشمالي بمنطقة القطب الشمالي النائية وقالت وزارة الدفاع الروسية ان مجبوعة من السفن الحربية الروسية انطلقت في البحر لأداء مهام في تلك المنطقة مضيفة ان شويغو تفقد البنية التحتية العسكرية وكذلك الجاهزية للتحرك لحماية منشآت حيوية والدفاع عنها واعلن الأسطول الروسي انه بدأ تدريبات عسكرية امس بهدف بلورة خطوات لحماية سيادة روسيا في المياه في طريق بحر الشمال اتفق رئيس الوزراء الباكستاني المنتهي ولايته شهباز الشريف وزعيم المعارضة رجاء رياض على اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني انور الحق كاكار لرئاسة حكومة تصريف اعمال للاشراف على الانتخابات العامة المقرر اجراؤها بحلول نوفمبر ويجب ان تجري باكستان انتخابات عامة في غضون تسعين يوما بعد ان تم حل مجلس النواب في الثاني عشر من اغسطس توجه الناخبون في ماليزيا الى مراكز الاقتراع في ست ولايات للادلاء باصواتهم في الانتخابات المحلية ويحق لتسعة ملايين وسبمائة الف ناخب الادلاء باصواتهم لاختيار مائتين وخمسة واربعين من اعضاء المجالس في الولايات الست ومن ابرز المنافسين في هذه الانتخابات تحالف الامل الذي يقوده حزب رئيس الوزراء انور ابراهيم دعا وزير الخارجية الصيني وانجي الفلبين للتعاون مع بلاده لاجاد وسيلة فعالة لنزع فتيل التوتر في بحر الصين الجنوبي وتتهم بكين مانيلا بتعمد وضع سفينة حربية تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية في موقع داخل بحر الصين الجنوبي لتعزيز مطالبتها بالسيادة عليه ولا تعترف بكين بحكم قضائي دولي صادر في عام 2016 يمنح مانيلا الحق في هذه المنطقة كما ترفض الصين اي مطالبات بالسيادة التاريخية في المناطق الاقتصادية للفلبين وفايتنام وماليزيا وبروناي واندونيسيا في بحر الصين الجنوبي وإلى أخبار التقصص سيء حيث لقي شخصان مصرعهما وفقد 16 آخرون جراء انهيارات طينية ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة بمحافظة تشينشي بغرب الصين فضلا عن تضرر عدد من الطرق والكباري ومحطات للطاقة وفي شمال شرق البلاد علقت حركة القطارات في مدينة تشينيانج الأكبر في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة جراء الإعصار خانا الذي ضرب اليابان الصين وكوريا الجنوبية كما أجلت السلطات 23 ألف شخص من محافظة جيلين بسبب سوء الأحوال الجوية وفي روسيا أصدرت السلطات المحلية إعلان حالة الطوارئ وأوامر بإخلاء بعض أنحاء الشرق الأقصى بعد هطول يمطار غزيرة على قرى في عقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي وقد أضافت السلطات أن 32 منطقة سكنية قد عزلت وأن المياه غمرت 543 منزلا كما الحقت أضرارا بأحد السدود ومن المطاقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة خلال الساعة القادمة تصل إلى مثلي كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر أعلنت السلطات في جزيرة هواي الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مقاطعة معوي إلى 80 قتلة كما أشرت إلى أن الحرائق تسببت في تدمير الجزء الأكبر من مدينة لاهاينا السياحية وأعلن مسؤولون في هواي أن عدد الضحايا مرشح لارتفاع بينما ستتطلب إعادة إعمار بلدة لاهاينا السنوات عديدة ومليارات الدولارات وتم نشر الحرس الوطني كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حرائق هواي كارثة طبيعية كما خصص مساعدات فيدرالية لجزيرة ماوي لقي مهاجران اثنان مصرعهما وفقد خمسة آخرون بعد غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية كما أعلن الحرس الوطني التونسي أنه تم إنقاذ ثلاثة عشر شخصا وانتشال جثتين كما يجري البحث عن بقية المفقودين بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية مرحبا بحضراتكم من جديد وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عشور بإيطاحة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة وصرح المتحدث الرسمي للوزارة بأن المركز الأعلمي للوزارة أعد حملة لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وأضاف أن الفيديو التوضيحي المرفق يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد المختلفة تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول ملتقى لتوظيف الجامعات التكنولوجية نهاية سبتمبر المقبل تحت رعاية دكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يشارك في الملتقى الجامعات التكنولوجية العشر على مستوى الجمهورية وأوضح دكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي أن الملتقى يتزمن مع تخرج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية بهدف توعية الطلاب باحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخارجين وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومهارات طلاب الجامعات التكنولوجية تواصل المحال التجارية على مستوى الجمهورية تقديم التخفيضات المختلفة خلال الأوكازيون الصيفي لهذا العام والذي انطلق في السابع من شهر أغسطس الجاري الزميل محمود العزالي مراسل أخبار مصر ينقل لنا المزيد في اللقطات القادمة تفضل بالفعل أتحدث إليكم من أحد المحالة التجارية المتواجدة في منطقة وسط القاهرة هذا الأوكازيون الصيفي أو الموسم الصيفي لأن لدينا اثنان الموسم الشتوي والصيفي نحن في الموسم الصيفي الذي بدأ في السابع من أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهر يستمر حتى السابع من الشهر المقبل بإذن الله شهر سبتمبر وربما يمتد لما بعد ذلك لكي يستفيد المواطنين يستفيد المواطنون وأيضا الباع والأسواق من قدوم المدارس والجامعات إذن لدينا أكثر من شهر تقريبا ليستفيد الأهالي من هذا الأوكازيون لأن الهدف الأساسي من الأوكازيون هو رفع العب عن كاهل المواطنين وأيضا تنشيط وأحياء الأسواق نظرا لحالة التضاقم أو بسبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية بسبب الظروف العالمية التي تمر وتأثر بها مصر كما تأثر بها بقية الدول العالم وزارة التموين وضعت عددا من الاشراطات للمشاركة في الأوكازيون الصيفي البداية كانت حوالي 400 محل تجاري تصل في هذه المرحلة إلى حوالي 4000 محل تجاري ربما تزيد عن ذلك في الفترة المقبلة لأن المشاركة متاحة لكل المحل على مستوى الجمهورية لكن هناك عدد من الاشراطات أولها أن يكون أو أن يذهب صاحب المحل أو من ينوب عنه إلى مدرية التموين التابع لها في المنطقة التي يتبعها المحل أيضا اشترطت وزارة التموين على المحل المشاركة أن تظهر الأسعار الجديدة مقارنة بالأسعار القديمة وحذرت أيضا وزارة التموين من التلاعب بالأسعار وقدمت بعضا من النصائح للمواطنين لكي يتمسكوا بحقهم ولا يكون هناك أي حالة من استغلال المواطنين أبدا وزارة التموين منها على شقائها التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدموا المواطنين عددا من الضوابط وعاددا من شروط لكي يحتفظوا بحقهم أولا لابد من المطالبة بفاتورة بفاتورة الشراء لتأكد من حق المواطن في استرجاع السلعة الذي لا يقل طبعا عن 14 يوما وقبل الشراء لابد أن يتأكد من حالة السلعة وجودتها وإذا كان هناك أي تغيير في حالة السلعة الذي يريد أن يشتريها مثلا في الأقمد التي أمامنا الآن فعليه أن يتوجه بأشوكو هناك خط ساخن لوزارة التموين لكي يشكي المواطن هناك عمليات ضبط قضائية من حماية المستهلك إذن كل ما يهم وزارة التموين وكل ما يهم الدولة في هذه المرحلة في الأكازيون الصيفي هو حماية المواطن وتخفيف العبء عن كاهله وأيضا والأهم إحياء وتنشيط الأسواق في هذه المرحلة إلى كدهنا محمود العزالي أشكرك شكرا جزيلا محمود العزالي مرسل أخبار نصر كنت معنا مباشرة ومتابعا للتخفيضات الصيفية انطلقت فعاليات المؤتمر الصحي للصحة النفسية تحت رعاية مركز المنتدى العالمي للتدريب ناقش المشاركون في المؤتمر العديد من الموضوعات ذات الصلة بالصحة النفسية للأشخاص وتأثيرتها على المجتمعات نتابعا بمشاركة كوكبة من المتخصصين والأطباء وتحت رعاية مركز المنتدى العالمي للتدريب انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي حمل عنوان الصحة النفسية وتأثيرها على المجتمعات العربية الصحة النفسية هي أساس التربية والتنشيقة في كل المجالات في مجال الصحة النفسية في مجال إرشاد الأسري، في مجال الأمومة والطفولة في مجال العلاج النفسي إذا أنشأ الطفل تحت التربية الصحيحة وتنشيقة صحيحة مش هيبقى عندنا مشاكل نفسية المؤتمر يناقش خلال جلساته العديد من المحاور المهمة التي تؤثر على الصحة النفسية للإنسان خاصة في مرحلة الطفولة عندنا مفهوم الصحة النفسية وتأثيرها على الأسرة العربية، الغتراب النفسي داخل الأسرة، تأثير السوشيال الميديا على الصحة النفسية، تأثير الغتراب النفسي، الطلاق النفسي، عندنا الخرط الزواجي مشاكل الأسرة بصفة عامة وتأثيرها على الأسرة وعلى المجتمع المجتمع ككل إزاي أنا هقضر أتلاشى مشاكل الأسرة عشان أحقق الصحة النفسية للأسرة ككل والفرد فبالتالي هحقق مجتمع متكامل عنده صحة نفسية وحقق تطور وتنمية في كل المجالات لن المؤتمر بيهتم بالصحة النفسية خاصة للأسرة المصرية ويشوف كل المشاكل اللي مرت بها الأسرة المصرية منذ الطفولة والشباب والكهولة بيعالجها أسباب الفصال الأسري الطلاق وكل المشاكل الأسرية اللي بيأخذ عليها المجتمع ويسعى القائمون على المؤتمر إلى توفير الآليات المناسبة للوقاية من الأمراض النفسية لما لها من تأثيرات وانعكاسات سلبية على الإنسان وبالتالي على كافة أفراد المجتمع العديد من الموضوعات المهمة التي يناقشها المشاركون في المؤتمر الطبية الصحة النفسية وتأثيرها على المجتمعات العربية للتوصل إلى حلول جذرية تمكن الشخص من التغلب على ضغوط الحياة وتحقيق إمكاناته والتعلم والعمل بشكل جيد بما يؤثر على إسهاماته في المجتمعات بشكل عام من مقر نعقاد المؤتمر أمل صبري أنيل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجداح العالم هذه الأيام يأتي مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة كواحد من المشروعات التي ستسهم في تحقيق الأمن الغدائي والاكتفاء الداتي في مصر لكثير من المحاصيل الاستراتيجية التاريخ يذكر دوما بين سطوره أن مصر كانت صمام الأمن الغدائي في العالم القديم ومع تقلبات زمانية ومكانية وكثرة التحديات تغيرت الأوضاع وأصبحت دول كبرى تتحكم في مصير الأمن الغدائي للشعوب من هنا جاءت رؤية القيادة السياسية المصرية بتحقيق الاتفاق الذاتية واستعادت مكانة مصر الزراعية إحنا عايزين نعمل ريف جديد متنصف متردد كل حاجة فيه للأهل اللي حيروحوا ده عايز جهد كتير وكمان عايز تموت كبير كان حلما لسنوات طوال عجافة لكن عزيمة أبناء النيل وسواعدهم حولته لحقيقة خضراء في مشروع مستقبل السر المشروع يقع على امتداد طريق محور روض الفرق الضبع الجديد وهو الطريق الذي أنشأ ضمن المشروع القومي للطرق بطول يبلغ 120 كيلومتراً ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادسة من أكتوبر المشروع يمثل 65% من الزراعة الآلية من منجر السكر وينجح المشروع في توفير 550 مليون دولار من فاتورة الواردات المشروع يوفر أكثر من 10 ألاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرص عمل غير مباشرة مشروع مستقبل مصر وبحسب الخبراء يعد قاطرات التنمية الزراعية لذا يرى البعض منهم أن تنظيم الزيارات الميدانية للأجيال الجديدة لرؤية هذا المشروع الضخم ليلمسوا بأيديهم وعن قرب ثمار التنمية وتكون خير رد على من يدعي غير ذلك شريف رضوان التلفزيون المصرية مرحبا بكم مشاهدينا وأخبار الاقتصاد شهر تقرير أجرته شركة الفراز عند مرسال إلى أن حاكم مصر في لبنان السابق كان يتمتع بسلطة بلا حدود بينما انتهج سياسات هندسية مالية مكلفة وطلبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخرتهم منذ عام 2019 أكدت صحيفة الخليج الإماراتية أن مجموعة بريكس أصبحت تمثل أملا بارزا لعدد كبير من دول العالم في إقامة نظام عالمي جديد أكثر عدلا وأمانا ذكرت الصحيفة أن مجموعة بريكس التي تأسست عام 2006 وتشكل 42% من سكان العالم باتت قوة اقتصادية كبيرة حيث تسيطر على ما يناهز 22% من الناتج الإجمالي العالمي وتهدف إلى إرساء نظام عالمي جديد متعدد الأقطب قدمت إسبانيا نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو كمرشحة لتولي إدارة بنك الاستثمار الأوروبي مما أدى إلى احتدام السباق لقيادة أكبر بنك متعدد الأطراف في العالم وذكرت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية أن كالفينو وهي مسؤولة سابقة في المفوضية الأوروبية ستواجه العديد من المرشحين الآخرين للدور المتنازع عليه بشدة والذي لم تشغله امرأة من قبل ومن المتوقع أن يلعب بنك الاستثمار الأوروبي الذي تبلغ ميزانيته العمومية حوالي 550 مليار يورو دورا في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا أكد السفير الروسي لدى واشنطن أنتولي أنتونوف أن العقوبات الغربية ضد روسيا فشلت وأظهرت للعالم عدم موثوقية النظام المالي المتمركز حول الولايات المتحدة وقال أنتونوف أن الغرب فشل في تدمير اقتصاد روسيا وتقويض سيادتها التكنولوجية وذلك وفق تقرير الخبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أوروبيا رجحت منصة يورا أكتيف المتخصصة في الشؤون الأوروبية أن تعافي التوازنات التجارية لأكبر القوى الاقتصادية الأوروبية يرجع إلى ارتباطها بانخفاض فواتير الطاقة وتراجع الواردات الصينية وأشارت المنصة إلى أن أرقام الميزان التجاري الإيطالي والألماني والفرنسي في النصف الأول من العام الجاري تفيد بتسجيل انتعاش حقيقي ويرجع ذلك إلى انخفاض فواتير الطاقة مما جعل تداول السلع أرخص أعلن الرئيس البرازيلي لولادا سيلفا أحياء برنامج بقيمة 348 مليار دولار الاستثمار في البنية التحتية قائلا أنه يأمل أن يساعد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية على العودة إلى النمو تأتي المشروعات في إطار ميثاق تسريع النمو بين القطاعين العام والخاص وتشمل الطاقة وبناء الطرق وتوفير المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والإنترنت والتعليم انخفض المؤشران نازدهك وستاندرد أنبورز 500 عند إغلاق تعاملات بورسة وول ستريت وسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي وذلك بعدما دفعت قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين عوائد سندات الخزانة للارتفاع وأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة للهبوط وانخفض المؤشر ستاندرد أنبورز 500 بنحو 1 من 10% وخسر المؤشر نازدهك المجمع نصف بالمئة بينما ارتفع المؤشر دعو جونز الصناعي بنحو 3 من 10% في أسواق النفط ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلص الإمدادات مما دفع النفط لتحقيق مكاسب الأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2022 وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مازيك برينت بنحو نصف بالمئة لتبلغ عند التسوية ستة وثمانين دولارا واحدا وثمانين سنة للبرميل فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي نصف بالمئة لتسجل ثلاثة وثمانين دولارا وتسع عشرة سنة للبرميل عند التسوية وصلنا وحضراتكم إلى ختام ثانية هذا تذكير بأهم مجاء بها من عنوين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ترجو اكتماعا حول نشر قوة تدخل في النيجر لأسباب فنية العمطار الغزيرة تفاعل حالة الطوارئ في الصين وروسيا وحرائق الغابات تحصد أرواح العشرات في هواي والمزيد عبر موقعنا الالكتروني مسبيرو دوت ايشي شكرا للمتابعة للقاء اشتركوا في القناة